بس مش نافع معاهم. انا قابلت ناس كان يجي يقول لي انا عايز اتعلم. اقول له فيه خط التأسيس تتأسس الاول. هتاخد هديه هقول له تلات سنين. يقول لي لا. الخطة التانية انا هدخل هتعلم تكنولوجيا على طوال سنة في ظرف ست شهور عايز اشترك. بفضل اكرن له بينهم. وقول له انت هنا غلط. وهنا صح. وهنا مش هتجيب مرتب خالص زي خط التأسيس. يقول لي انا موافق. عشان انا مش هعرف اقول تلات سنين هتأسس. قلت له بص. انا هوافقك في حالة واحدة. ان انت تكون عارف انه الغلطان قبل ما تبدأ. لو عارف انه الغلطان قبل ما تبدأ هقول لك مش. انما لو انت ما تحوك عليك وشايف ان ده الصح. هتضيع. فالاساس بيفتح لك مجال لحاجات كتير. خلينا اقول لك ان انت نويت تبدأ بتكنولوجيا وتعلمت مجال زي front end وتعلمت javascript. او اللغة برمجة في حياتك. طيب. اللغة ديها واحدة مفعش نتأسس بيها. وانا ليل نهار بقول كده طبعا. بسبب الحاجات البيهيفيورز الشازة عن اللغات التانية والتنمر اللي بيحصل على اللغة دي يعني. فخلينا اقول لك انك انت كده مشيت في الطريق ده بس. مش هتعرف تسويتش المجال تاني. لانك انت مش بتتعلم fundamental انت بتتعلم javascript. اتبعاتي.